السلام عليكم كيف انتوما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كمين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان نصليوا علينا بكيفما العدا عننا بدول فيديو دليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الاقتراح اللي غد نتقسم معكم اليوم وكان تحت الطلب ديلكم بغيتوني نتقسم معكم تحليات اللي هما بساطين لدادين ورقين فقلت علاش الله هالتحليات اللي أنا أكيد أخواتي غدي تعجبكم بزف بدون فلوم بدون جيلاتين مكونات ديالا جد جد بساطين من زي تشين طويل عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما العدا فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج في المكونات عندي 600 مليلتر من الحليب زائد 50 جرام من نشط دراء أي ميزنا ما يعادل ملعقتين كبيرتين ونصف وغد نضيف السكر استعملت أنا 60 جرام ما يعادل 3 ملاعق كبار من السكر الخشين والسكر طبعا كيبقى على حسب الضوء كيس من السكر المنصم بالفاني وغد نضيف كذلك علبة من زبادي أي غورت بنكهة الفانيليا استعملوا أي نكهة بغيتونتما أخواتي الوزن ديال العلبة دياليغورت لغد نستعمل أنا فيها 125 جرام وعندي ملعقة صغيرة من الزبدة ما يعادل 15 جرام هنا يفوح طنجرة وضعت ديكس 100 مليلتر من الحليب ما يعادل 3 ديال كيسان ونصف من كس ديال العنبة كس ديال العنبة هو كاس شاي عادي الوزن دياله هو 180 مليلتر وضعت الحليب وكذلك ضفت لديك النشا أي مايزينا كيفما اذكرت معكم ملعقتين كبيرتين ونصف أو 3 ملاعق متوسطتين من نشا الدراء أي مايزينا ما تكتروشي أخواتي بزاف من النشا باش ما تجيكمش هاد الكريمة أطقيلة بزاف كنخلط الكل جيدا مع السكر وضعت الطنجرة ديالي على نار متوسطة مع الاستمرار في التحريك مليك اتعقد الكريمة ديالي على هات الشكل اللي شاهدت معايا ضفت لديك الملعقة صغيرة من الزبدة حييت الطنجرة او الكريمة ديالي فوق النار وعد بطلاء ديك الكيس للمنسم بالفاني كيس السكر منسم بالفاني وكذلك هاد العلبة ديال الزبادي اي غورت كيفما اذكرت معكم انا استعملتوا بنكهات الفانيليا استعملوا اي نكانك هاد الموز او الكوكو اي جوز الهند كيبقلكم الاختيار هني باش تجيني طريقة سهلة نوضع الكريمة او التحلية ديالي في الكؤوس وضعتها في هاد القمع بلاستيكي وغادي نوضع ربع كمية ديال الكريمة في الكأس يعني ما وصلشي للنص كيفما كتشاهدوا معايا انا غادي استعمل هاد الكؤوس استعملوا اي كؤوس عندكم ديال التحلية صفين بعد ما وزعت الكريمة عفوان ديالي بالتساوي على الكؤوس اللي عندي ده غادي نتقل باش نحضر معكم الطبقة التانية اللي غادي نحتاش فيها خديد كمية بسيطة من فريصة اي الفارولة اللي قطعتها صغيرة تقريبا واحد اربع حبات ديال فريصة وضعتهم فوح الاناء وغادي نضيف لهم ملعقتين كبيرتين من السكر الخشين اي سكر سنيدة نوضع الاناء ديالي على نار اللي هي مهيلة يستحسن تكون نار مهيلة باش ما تتحرق الكمش في اللول غير تطلق هاد الكيمياء ديال الماء انتو ما غادي تشاهدوا معيش حال ديال الماء كتطلق ديك سعى رجعوا النار ديالكم متوسطة من اللي كتطلقنا هاد الكيمياء ديال الماء اخواتي انا اخوض واحد الشوكة اي واحد فرشيطة وكمدن هرصة اي كان معسا شوية باش كتزيت تعطيني واحد اللون اللي هو احمر كونسونتخي وكذلك اخديت انا هاد الميكسوغ لما توفرتوشي عليه فاستمروا غيب ديك الشوكة اخواتي اي ديك الفرشيطة معسوها مزيان اخواتي كيفما اذكر سمعكم باش كتعطيكم ديك اللون احمر فاقع سافي من بعد ما يعني تمسكت ورجع القوام ديال هيدا تقيل شوية خضيتها واستقطرت او صفيتها هاد المصفات هادي لانني ما بغيتش ديك القطاع ديال فريصة يجيو بينين بغيت انتو ما تستعملوها بذيك القطاع ديال فاستعملوها فقط حيدوغي شوية واحد الكمية بسيطة من هاد السيرو هادا اللي غادي نزينو به من بعد الوجه ديال التحلية كيفما غادي تشاهدو معايا كناخد كمية ديال هاد السيروم ديال سيرو او مرباسم بوكيفما بغيتو اخواتي كنوضعو على الطبقة الاولى ديال التحلية وكناخد واحد العود خشبي او شي سكين اللي بغيتو هادا فقط للتزيين لا اكتر اخواتي كنبدا ندخلو في الحواف او في الحشيط باش ديك الفراولة اي فريصة كتهوت شوية في الحشيط ديال التحلية وكيجي المنظر ديالها رائع جدا انتم الطريقة سهلة تاخدو شي عود خشبي او سكين او اللي بغيتو او تفادو هاد الخطوة هادا وكنذا ندخلو في الحشيط ديال التحلية غير شوية بشوية وصافي بالنسبا هاد الكيمية المتبقية اخواتي هي اللي بكرت معاكم غادي نزين بها من بعد التحلية ديال غادي نتقل بنفس طريقة غادي نحضر اه مدى قدب ديال الكيوي خدت واحد حبة واحدة ديال الكيوي قتعت صغيرة حتى هي يوضع تفوح الاناء ضيف طلا ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن اي سكر سنيدة وغادي نحضرها بنفس الطريقة في الاول اخواتي النار كتكون مهيلة من الحيل الاخر كناخدو الاناء ديالنا يعني مره مره كنهزو ديال الاناء وكنحرقوه باش ديال السكر في الاول ما كيت تحرقشي حتى كيبدأ النوع ديال الفواكيل اللي غادي تستعملنتو ما حتى كيطلق لكم ديال كميات ديال ما عاد من بعد زيدوا شوية على النار وتاخدوا واحد الشوكاء اي الفرشيطة وهرسوا اي معسوا الفواكه اللي بغيتونتو ما اللي متوفر عندكم تقدروا تستعملوا الكيوي المانج الخوخ البرقوق والتوت اللي عندكم متوفر يعني مشي شرط نفس الفواكه اللي استعملت انا بالنسبة للكيوي فانا صفيت منو كميات بسيطة اللي غادي نزيل الوجه ديال التحلية من بعد اما الكمية المتبقية فبغيتو هيدا بالقطع ديالو لانا اصلا الكيوي كيجيم زيون بديك الحبيبات اللي كيكونوا فيه ما بغيتشي نتخلص بديك الحبيبات فاستعملتو بالقطع ديالو سافي بنفس طريقة اخذتوح العود الخشبي وبديس ندخل مع الحواف او الحشيات ديال التحلية باش كيجي واح النوع مزيون ديال تزيين في الكؤوس ديالنا بنفس طريقة اخذت نصف حبة ديال المانج اللي قطعتها الى مربعات صغيرة وضعتها في واحد الاناء ضيفتها ملعقتين كبيرتين من السكر الخشين اي سكر سنيدة وضعتها على نار في الاول مهيلة خلي طاع ملحي للاخر كناخد الاناء ديالي وكننحركو حتى كيبدي يطلق لي النوع ديال الفواكه اللي غدي نستعمل انا كيميا ديال الماء عاد كنجهد شوية على النار وكناخد واحد شوكا كنهرس او كان مععش شوية ومبعد ميكسيت شوية غير شوية اخوتي كنطحنو ما كنطحنو شي بزاب كنطحنو ديك المانج شوية حتى هاد النوع ديال هاد المانج هذا ما غدي نصفح شي كامل بغيت نستعملو بالقطع ديالو فقط صفيت غي كمية بسيطة باش حصلت على وحي كمية بسيطة ديال سيروم ديال المانج اللي غدي نزيم به من بعد تحلياء ديالي نتمنى الشرح يكون واضح اخواتي والصورة كتشرح راسها فانا كنعود لها ضرب الشيحة الاخوات اللي ماشي مغربيات وما كيفهموش اللغة ديالنا فانا كنستسمح يعني كنحاول اخواتي نبسط في الكلام ديالي هادا هو وجه هدي نتمنى يكون شرح واضح لجميع الاخوات ونتمنى جميع الاخوات يستفدوا صافي هنتم ما كتشاهدوا معايا كيفاش كيجي النوع ديال تزين كيجي مزيون وبالنسبة لها الطبقة كتشي رائعة جدا هاد تحليها يعني كتشي لديدة بزب اخواتي هنها اخديت كمية ديال الفواكه اي نوع ديال الفواكه اللي استعملت انا اخديت كمية بسيطة منه وقطعتهم صغارين ووضعتهم فوق ديالتطبقة التانية فاذا بغيتوا طبعا تستغنوا على هاد الخطوة ديال وضع الفواكه اي الفروطة على ديالتطبقة التانية اللي حضرنا من المربة نسمية مربة مهم طبقة التانية فاستغنوا على هاد الفواكه يعني بغيتوش القطع ديال الفروطة او هاد الفواكه هادو ما بغيتوهم شي استغنوا عليهم اكتفي وغير بالطبقة الأولى ديال الميه اللبية اللي حضرت معاكم مع الطبقة ديال ديال مربى ديال الفواكه اللي حضرت معاكم كي جي كتجي أرائي على الديدة اللي ده بزار هنا كذلك أخواتي خطوة اللي هي اختيارية تهيي كتجي الديدة فاتح لها ولكن إذا بغيتوا تستغنوا عليها استغنوا عليها خديت واحد الكأس إلا ربع من الكريمة السائلة أنا عندي حلوة يعني بالسكر دياله على ديك شي ما ضيفت لاشي السكر طربتها مزيان حتى كنحصل لوح الكريمة اللي كتكون متماسكة على هات الشكل هادا وغادي نزين بها الكؤوس ديالي هدي كيف ما اذكرت معاكم وحل النوع ديال التزين وخحتها هي كتعطي وحل مضاقة رائع كتجي تحليا اللي هي راقية كتحمر الوجه ولكن إذا بغيتوا تستغنوا عليها استغنوا عليها خلوا يعني تحليا ديالي لكم بسيطة حتى هي كتجي لديدة بزار كذلك غادي نزيل الكؤوس ديالي ديال التحليات بكمية بسيطة فقط من اللوز كومكاسي اللوز مقرمش ومقرمش عندي شوية فهو اختياري زينو اللي بغيتو هنا اخديت اخواتي ديك سيروم اللي صفيت من المربا كيف ما شاهدتوا معايا وضعتهم فقمع بلاستيكي بديت كنعمل خطوط فوق التحليات ديال بالنسبة اخواتي ديك سيروم اللي كان يعني كان صفيت وهم ديك المربا ديال الفواكه كي جي عاقت كيف ما كتشاهدوا معايا تقدروا تحضروه تخليوا في التلاجة ديالكم كيبقى اكتر من 15 يوم يعني كيبقى زينو به اي نوع ديال التحليات بغيتو انتما يعني بمادقات ليهما مختلفين يعني بضوء اضواق ليهما مختلفة سافي نتمنى الاقتراح ديال يوم التحليات ديالكم وانا الاستحسان ديالكم كتجي على هات الشكل هذا ونتمنى نكون رضيت يعني الاخوات اللي بغوني انتقسم معهم انتقسم معهم انتقسم معكم انواع ديال التحليات ديالهم بساطين فما عليكم الا انكم تخليوا لي التعاليق ديالكم نتمنى يا ربي الفيديو اليوم يكون نالإعجاب ديركم نالإستحصان ديركم إذا عجبكم ما تنسوني شي كيف مالعادة أخواتي بلي لايكات ديركم التعليق الجميلات بارتاجي الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديركم ليبقى منضمشي القناة كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا عواشركم بروكة نضربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي إن شاء الله أحبكم في الله وبسلامة